سحّتنا شهيد يا معاني كتير فقلبنا ليهم حب و تأدير وبرغم ألمهم ووجع أيامهم لليأس هزمهم ولا نسي الغير السلام عليكم ورحمة الله طيب الله وأوقاتكم بكل خير أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج صحة المشاهد في حلقة النهاردة هنتكلم عن شخصية تألم المصريون من فراقها كان من أسباب شعبية نادي الزمالك الجارفة منذ السبعينيات وحتى الآن بفضل هتف الجمهور يا زمالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة النهاردة هنتكلم عن السعلب الكبير ومرض موته هنتكلم عن مرض موت الكابتن الكبير حمادة إمام طبعا النهاردة هنتكلم عن مرض الموت الكابتن بصحبة دكتور أحمد يوسف القاضي أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية المهنية أهلا بحضرتك أهلا بك أستاذ محمد يعني الكابتن حمادة إمام كان ليه شعبية جارفة الله يرحمه و لما دخل المستشفى توفى يعني ما خدش كتير بس أصير لغط حول مرض وفاته إيه اللي أدى الوفاته ممكن حركة تشرح لنا يعني شرح دقيق سبب وفاته هو لا رحمه حمادة إمام كان قتله نزلة شعبية حد نتيجة التهاب بيروزي طبعا نقل على أثرها لأنها المركزة عشان هي هو دخل في التهاب ريوي فطبعا في هناك عبء على القلب لما بيحصل التهاب ريوي بالزاد في السن الكبير يبقى فيها عبء على القلب فأصيب بأزمة قلبية نتج على الوفاة يعني الله يرحمه يعني كابتن حمادة أمام من الشخصيات اللي أصرت في تاريخ الكرة المصرية عموما مش في نادي الزمالك بس خلينا دلوقتي يا دكتور نشوف تقرير عن كابتن حمادة أمام وإزاي المرض أصر فيه وإزاي كانت وفاته أعزائي المشاهدين نشوف التقرير ونرجع لكم بعد التقرير كابتن حمادة إمام هو محمد يحيى الحرية إمام وشهرته حمادة إمام واشتهر بلقب الثعلب وهو اللقب الذي أطلقه عليه الناقد نجيب المستكاوي لاعب كرة قدم مصري سابق كان يلعب كمهاجم في نادي الزمالك وكان يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك وهو ابن الكابتن يحيى الحرية إمام حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر في كأس العالم في الثلاثينات والذي كان ضابطاً سابق وحاكماً لغزة عام 1954 وهو والد اللاعب حازم إمام كابتن الزمالك السابق ولد حماد إمام في الثامن والعشرين من نوفمبر عام 1943 في حي المنيرة المجاور لشارع قصر العيني بالقاهرة تخرج من الكلية الحربية ليعمل ضابط بالقوات المسلحة ليحال إلى المعاش بردبة عميد وشارك في حرب أكتوبر عام 1973 انضم حماد إمام إلى ناشئين الزمالك في عام 1957 والتحق بالفريق الأول في عام 1958 ليستمر معهم حتى عام 1975 وتعتبر أشهر المباريات في تاريخه تلك التي لعبها ضد ويستهام يونيتد الإنجليزي في عام 1966 حيث سجل ثلاثة أهداف من أصل خمسة أهداف سجلها الزمالك في ذلك الوقت وفي عام 1974 اعتزل حماد إمام واتجه بعدها للإدارة حيث عمل كمدير للكرة في الزمالك وتدرج في العمل الإداري حتى وصل إلى منصب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في مجلس اللواء الدهشوري حرب ولم يحصل حماد إمام في تاريخه في الملاعب على أي انذار وهو اللاعب المصري الوحيد الذي لم يرفع في وجهه بطاقة صفراء واحدة عقب اعتزاله عامل كمعلق رياضي في التلفزيون المصري وقام بتقديم برنامج أهداف الأسبوع مع الفعلب على قناة النيل الرياضة لأكثر من عشرة أعوام وتوفي يوم التاسع من يناير عام 2016 بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الاثنين وسبعين عاماً بعد صراع مع المرض بعد خروجه من مستشفى المعادي للقوات المسلحة بعد أسبوع قضاه داخلها إثر إصابته بالتهاب في الشعب الهوائية وكانت الوفاء نتيجة أزمة صدرية مفاجئة لم تستغرق دقائق لفظ عقب رحم الله العميد السعلب الكبير كابتن حمد أمام يعني دكتور في بداية حلقتنا عايزين بقى نتكلم عن المرض اللي أدى الوفاة كابتن حمد أمام وحركة تعرف لنا إيه هو التهاب الشعب الهوائية التهاب الشعب الهوائية أو النزلات الشعبية بتنقسم إلى قسمين في نزلات شعبية حد ودي بسببها ميكروب يأما فيروس يأما بكتيريا يأما فطر وأخير بالحالتك فهذا التهاب يبقى في البداية حد تصحبه ارتفاع في درجة الحرارة إحساس بأنه مش قادر يتحرك هزيان ممكن قوحة طبعا شديدة بتبقى في البداية نشفة لكن بعد كده بتبقى منتجة بتطلع بلغم بلغم ده بيبقى لونه مثلا حسب الميكروب ممكن يكون لونه أصفر أو أخضر أو مدمم أو أسود لو في التهاب فطري بعد كده المفروض أنه بياخد علاج مزبوط عند متخصص في الأمراض الصدرية فلو العلاج ده ما كانش مناسب لأنه عندنا مسلس الشفاء مكون من ثلاثة زوايا الزاوية اللي فوق بيبقى الماضي طبيب الزاوية اللي على الجنب السيدلي الزاوية اللي على الشمال بيبقى المريض أي واحد من دول يأثر في تشخيص المرض أو إعطاء العلاج أو المريض نفسه ما ياخدش علاج مزبوط ممكن عملية الشفاء لا تتم لكن بالنسبة للمرحوم كابتن حمادا يعني أتوقع أن التهاب يشعر بالحد في السن بتاعه وأرحمه أدى إلى التهاب الريئوي والتهاب الريئوي ده في حد ذاته عبء كبير على القلب في هذا السن لأن في عندنا المراحل العمرية اللي هي الطفل الأصغر من سنتين والراجل المسن أكبر من 65 سنة دولة لما بيحصل التهاب الريئوي ممكن مسافة الليل ينتهي يؤدي للوفاء يؤدي للوفاء لكن هو دخل أنها مركزة التهاب الشعبي تقريبا أدى إلى التهاب الريئوي والتهاب الريئوي عمل عبء على القلب وهنا جات الأزمة القلبية وليزت الأزمة صدرية تماما دكتور بنسبة أدى ممكن يصاب المريض التهاب الشعب الهوائية بالتهاب الريئوي ده سؤال مهم جدا هو طبعا بتتفق أو بتقف على المناعة الجهاز المناعي ولذلك أنا دايما بقول أن الجهاز المناعي هو أهم جهاز في جسم الإنسان لأنه بيضريقهم وبعدين ممكن أوي يبقى عندي مرض نفس الجهاز المناعي يحارب نفسه ودي أمره طبعا معروفة زي الروماطايد وزي السعلبة وزي زيب الحمراء وكلام ده كله يعني النسبة هنا بترجع مدى قابلية الجهاز مقاومة الجسم وجهاز المناعي بالضبط كده تماما دكتور فهو بالنسبة للسن الصغير الطفل اللي هو قبل سنتين بيبقى الجهاز المناعي لم يكتمل أما السن اللي هو بعد 65 اللي هو الرجل المسن أو الإنسان المسن بيبقى الجهاز المناعي في أضعف حالته يعني نقدر نقول إن في السن ده الأشخاص بيكونوا أكتر عرضة للإصابة بالتهاب الشعب الهوائية بالضبط كده طب بالنسبة للأشخاص العاديين يا دكتور ممكن يكونوا عرضة للإصابة ولا مش ممكن طبعا عرضة للإصابة وده بتوقف على طبعا مدى تعرضه الميكروب مدى الأكل اللي بيأكلوا العناية الشخصية بتاعته يعني مفروض دايما نغسل يدينا يعني أنا عايزة نبه السادة المشاهدين إن غسيل الأيدي ده من أهم طرق الوقاية من تقريبا موظم الأمراض فدايما نغسل إيدينا علشان لو أنا سلمت على حد عنده عدوى أو عنده الميكروب ما ينتقلش بطريقة أو بأخرى حاجة تانية لو أخالط المرضى لو أنا أعرف إن الأستاذ محمد النجار لا قدر الله عنده أنفلونزا ما فيش داعي إن أنا أزوره إلا إذا كان معايا ماسك وده مش هايب قبل الطبيب في العيادة أكبر واحد مهرض من أكتر الناس أرضى للإصابة بالأمراض العطباء للأمراض المهدية ولذلك ده بنسميه مرض مهني يعني الطبيب ممكن يتم العدوى لأي مكروب من المريض بتاعه وهنا في الحالة دي لو حصلت له وفاة يعتبر إصابة عمل يعني بذكر الطبيب يا دكتور متى ينبغي مراجعة الطبيب في مرض التهاب الشعب الهوائي؟ مجرد أنا للأسف عندنا مشكلة اليومين دول أو بدت بان من حوالي 15 سنة إن الصيدلي وأنا بوجده من بركة يا أستاذ محمد بحب أناشر زميل الصيدلة بلاش بلاش إن إحنا نجتهد في إن إحنا أي واحد يخش لنا أنا عندي كحة أدي له ده يعني أنا أفضل إنه لو عنده لو واحد جالي أنا صيدالي وجالي صيدالية بتاعتي وقالي إن أنا عندي كحة أقول له في دكتور فلاني لفلاني مثلا أو روح لاختصاصي صدر عندنا قانون في الطب إن لو العيان كح قعد يكح مدة تصل إلى إسبوعين لا روح بقى حضرتك الاختصاصي صدر عشان يعمل لك إشعة لازم يعمل إشعة ويشوف سبب الكحة المتغوصلة دي أين دي أول حاجة لو كحة بدون أعراض زي الحرارة أو الاسترخاء في السرير أو الهزام لكن لو في كحة وفي حرارة عالية وفي بلغم بكحة له أصفر أو أقدر أو مدمم أو أسود لأ لازم بسرعة وطبعا دكتور الصيدالي ما بيكونش عنده دراية كاملة بالأعراض دي زي الدكتور الصيدالي حضرتك ما كشفش على عيان وبعدين في عايزة والحاجة يا محمد بي إن فيه في السوق المصري أكتر من 300 نوع دواء كحة كل نوع من هذا الدواء 300 دول أو الأكتر له مريضهم فممكن أوصف دواء كحة معين لمريض بدل ما يطلع لي البلغم هيهدي كحة بس هيلزق البلغم والبلغم ده وسط رائع جدا للبكتيريا فممكن أوي أصاب يساعده على إنه يعني بنسبة بنسبة كبيرة الصيدالي معرض للخطأ في التشخيص فبالتالي حيدي عليك غلط أه وأتمنى إنه هو يكون عنده إراعي ضميره المهني يعني نتمنى إن الصيدالي وكل أي حد بيتعامل مع الناس يراعي ضميره المهني بس هذلك دكتور نستأذن هذلك في فاصل صغية ونرجع نكمل موضوعنا بعد الفاصل عزيزي المشاهدين فاصل قصير ابقوا معنا كنا بنتكلم عن قبل الفاصل بننصح الصيدالي إنه يراعي ضميره وكمان بننصح المريض إنه هو ما يستسهلش ويروح للصيدالي روح للطبيب أضمن يعني يا دكتور لسه بنتكلم عن موضوع حلقاتنا والتهاب الشعب الهوائية بس ممكن بعض الناس يختلط عليه الأمر ما بين الإصابة بالأمفلونزا والإصابة بالشعب الهوائية بالتهاب الشعب الهوائية فإيه الفرق ما بينهم هيا الأمفلونزا ممكن تيجي وتعدين الأمفلونزا بتحصل نتيجة إصابة ببيروس الأمفلونزا وهنا بقى أحب أن نبه يا محمد بيه إن فيروس الأمفلونزا فيه أكتر من 300 نقو ولذلك أنا بنصح إن إحنا نلازم في الخريف أو في شهر سبتمبر وكتوبر بكتير ناخد مصر الأمفلونزا عشان على بال ما تيجي الشتاء تبتلي تتكون الأجسام المضادة لمعظم لفيروس الأمفلونزا اللي منتشر حتى لو هو المصر هو بيتعمل ضد ثلاث فيروسات الأكثر انتشارا في المحيط بتاعنا فحتى لو ما جاش لو حصل إصابة ببيروس غير الثلاث أنواع دول بتحصل الإصابة بسيطة حدة الإصابة تبقى أقل العراب تبقى أقل فأنا بنصح من خلال المنبرك السادة المشاهدين إنهم ياخدوا مصر الأمفلونزا كل سنة في الخريف يعني في شهر سبتمبر أو كتوبر بكتير وبنصح برضو الناس اللي هما بمناسبة برضو وفاة المرحومة كابتن حمادة إمام بنصح إنهم بعد سن الستين ياخدوا مصلي تاني بيتاخد كل خمس سنين اللي هو النيمو كوكا الفاكسين ليه بقى؟ لأنه هو النوع النيمو كوكاي اللي هو البكتيريا دي صعبة جدا في السن الكبير وممكن بتأدي لو لتهاب شعبي بعد سن تأدي أه تأدي للتهاب شعبي ببساطة آه دي بعد بعد سن السبتين تأدي للتهاب ريوي أسف التهاب شعبي وأدي للتهاب ريوي ببساطة تمام طيب المصل المصل الأول والتاني ملهمش عارات جانبية؟ آه لا ملهمش عارات جانبية أول بس المصل اللي الفرنزة لما ناخده في الكتف هنا بيسبب نوع من الحمرار وتبقى أتحسس إن فيه فيه حاجة هنا لكن فيه خلال 24 ساعة بينتهي ممكن يلتبس الأمر على الطبيب ما بين الأنفلونزة والالتهاب الشعبي الهوائية؟ لا الأنفلونزة ممكن تعدي بدون التهاب شعبي آه يعني أنا لو مناعة بتاعتي كويسة حتى من غير أخذ مأخذ علاج الأنفلونزة فيروس يعني في خلال ثلاثة يام بينتهي علشان كده بقول وأنبه السيدة الموشهدين بالذات الأمهات لما يكون ابنك سخن بالذات في الشتاء وممكن تتوقع إنه يكون واخد أنفلونزة ما تحاوليش تجري بها الطبيب علشان يدينه مضادة حيوي يبوز في الجهاز المناعي يعاد تلات يام اللي هو فترة الحضرة أو زهور المرض يعاده تلات يام دول انتهت الحرارة يبقى خلص النقطة دي يا دكتور خطرة جدة يعني في بداية شعور بالأنفلونزة ما نتدخلش بمضادة حيوي أه بالظبط كان اللي يبقى اللي يبقى أنا بقى أفاجأ برشادات بجد يعني من من بعض الزملاء فيها مضادة حيوي واثنين وثلاثة في رشادة الوحدة واللي بيدهشني أكتر يا أستاذ محمد إن الثلاث مضادات قد يكونوا نفس نفس المادة الفعالة نعم نفس المادة الفعالة فأنا مش أترفهم الحاجة الثانية المضادات الحيوي بتزود الخلل في الجهاز المناعي اه أنا محتاج الجهاز المناعي يبقى يبقى جهاز صليب فياريت أنا بنصح ما نديش أي مضادة حيوي قبل ثلاث تيام وما نديش مخافض حرارة قبل أربعين لأن الحرارة دي بتبقى جزء من الجهاز الدفاعي اللي عاملوا جسم فلا ما يهميني أن الطفل أو المريض يبقى يبقى سخن عشان يدري قوم أو يساعدوا عن المقاومة إنما احنا بقى كم مدد بسرعة ونيدي مخافض حرارة فهميني إن كده بيخف طب يا دكتور التعامل الأمثل في الجهاز دي لأن دي بتهمي نسك كتير قوي تعامل الأمثل نستمى 72 ساعة أو ثلاثة يام بعد كده التمثل للشفاء الحمد لله نحمد ربنا قوي لو ما تمثلش للشفاء يبقى بتدى يحصل التهاب بكتيري على التهاب اللي حصل أبل كده هنا بقى نتدخل بمضادر حيوي ومضادر حيوي برضه يعني هنازم دايما بنسى العيانة يا وصدر محمد قلهم انت بتكوح يقول لي آه طيب بتطلع بلغم يقول لي آه بلغم لينه ايه يقول لي أصفر أو أخضر أو أسود أو مدمم بناء على لون البلغم بنحدد برضه أقرب مضادر حيوي يقدر يكون فعال مع الميكروب تماما لو الموضوع ما انتهاش لأ نعمل بقى مظلعة وحساسية بناخد بصق ويتحط في كوباية مؤقمة ويروح للمعمل أو يروح للمعمل يتعمل اختبار حساسية ومزرعة للمكروب عشان نقدر نشوف المضادر حيوي اللي بيقدر يقتل المكروب ده مش يقتل العيان نحدد المضادر الحيوي برضه علشان جهاز المناعة للإنسان ما يتقصرش بالضبط بالضبط عشان أهد المكروب وماهدش العيان لأنه ممكن أديله مضادر حيوي ماعملش حاجة للمكروب ويهده هو بالمناسبة حضرك برضه فكرتني دايماً السياد اللي يكتبه مضادر حيوي اسمه أجمنتين أنا معرفي بيدوه على أي أساس إنما دايماً فهذا النوع من المضادر الحيوي يتعامل المكروب جاهز نفسه وبقى بقى عنده مناعة ضد المضادر الحيوي عنده مقاومة فمهماً خد هذا المضادر الحيوي طبعاً مش هتقصر بيهد العيان وما يهدش مكروب يعني برضه علشان الناس تقتنع أن المضادر الحيوي ممكن يأذي الإنسان إيه المضاعفات اللي بيعملها المضادر الحيوي لو أكتر لو خدنا المضادر الحيوي بكثرة هو بيعمل طبعاً مشاكل كتير يعني مشاكل تحتمل ومشاكل لا تحتمل المشاكل تحتمل مثلاً يخلي لك المعدة حساسة ممكن أرجع ممكن قولون يحصل فيه ريتيشن ويحصل فيه تهيج ممكن يعصر على عصب السمع أنا فيه مضادر حيوي أنا أقول المادة العالمية بتاعته اللي هو يونتامايسن المضادر حيوي ده أنا عارف طباء بيوصفه بال12 حقنا الفات صوارين ده بيعمل صمم عصبي حسي على المدى البعيد بقى بالمنظر ده بالذات لما يكون الطفل والده والدته قريب هنا بيدخل بقى الجين الوراسي وراسي فلاق المضادر الحيوي طبعاً لها مشاكل كتير وأكتر حاجة دا يعني اللي هو إنه يعمل خلل في الجهاز المناحي وبيسبب الحساس لو رجعنا تاني يا دكتور للالتهاب في الشعب الهوائي أي هي الأسباب اللي بتأدي للالتهاب ده يا دكتور أنا قلت في أسباب كتيرة طبعاً احنا تكلمنا في الأعراض يعني عايزين دلوقتي حالك تكلمنا في الأسباب ده سؤال مهم جداً طبعاً هو بيبقى السبب الرئيسي إنه بياخد أدوى ميكروب الحاجة التانية أنا لو مدخن هيبقى فرصتي للإصابة بالالتهاب الشعبي الحد أكتر من الغير مدخن ليه؟ لإن السجاير بتعمل مشاكل في الشعب الهوائية وبالتالي بتجهز الشعب الهوائية إنها تلتقط الميكروب بسرعة لإن الأقل اللي بيلخن بيكوح أول ناسها منه وبعدين تسأله يقول لك لا دي كوحة سجاير لا حبيبا مش كوحة حاجة اسمها كوحة سجاير دي كوحة التهاب شعبي مزمن مزمن ليه بقى؟ لإن أنت جاي لك التهاب شعبي حد كذا مرة علكته أو معلكتوش مزبوط تكرار التهاب شعبي الحد ده بيتحقق التهاب شعبي مزمن هنا بقى الغدد البلغمية بيبقى بتفرز بلغم مبالغ فيه فبصحة الصبح أكوحة هذا البلغم فكوحتي لهذا البلغم كل صبح دي مش كوحة سجاير أو مش بلغم سجاير ده بلغم التهاب شعبي مزمن التهاب الشعب المزمن يختلفها للتهاب الشعب الحد التهاب الشعب الحد لو جاء لي وخدت المضادة الحية والمزبوط وارتحت كويس قوي ممكن يخف لكن التهاب الشعب المزمن ما بيخفش ببتعامل معه بيكون الزيب يا دكتور التعامل معه إن أنا بسرعة لو بدخن أبطل تدخين بزاد الشيشة وفي ناس يقول لك الشيشة أخاف من سجاير ده أحب الشيشة ألعن من سجاير أحب بالحضر الحاجة التانية إن فيه بس معلومة بسيطة أحب أقولها للمدخن إن كورس الشيشة كورس الشيشة خمسة واربعين سجارة أخيبها لك خمسة واربعين سجارة تخيل شوف بقى لما أنت حذرك تحط سبع حجارة في اليوم أو بمعرفش بيسموا إيه أخيبها لك وبعدين بيقول لك معسل القص والتفاح حاجات غريبة قوي تسمع لها طبعا دي كيمويات مضافة لهذا التبغ فبلد إضافة من الأسباب الرئيسية للإصابة بالتهاب الشعب الحواية وحتحولها إلى التهاب الشعبي مزمن واخد بالله هاتفة فالتهاب الشعبي مزمن إن كنت بقى كده هتخش في حاجة اسمها السدة الرئيوية إيه هي السدة الرئيوية؟ إن حلقته بقى كده معه أستاذ محمد أستاذ محمد بياخد نفس كويس قوي ياخده ويطلعه ما بيحسش بيه لكن الأخ اللي عنده السدة الرئيوية مش قادر ياخد نفس ولو خده مش قادر يطلعه فتخيل بقى لما تحس بالعجز الرئيوي أنت قاعد مش قادر تاخد الهوى اللي ربنا أتحدى لو واحد يمتلكه قد تمتلك الطعام واتبيعه قد تمتلك الميا واتبيعها لكن أتحدى لو هناك من يمتلك الهوى الهوى يعني دكتور الموضوع شايق ويحتاج لحلقات أكتر عايزين نتكلم قبل الوقت ما يخدنا يعني نتكلم عن العلاج العلاج بيكون إزاي وبيكون بإيه علاج التهاب الشعبي التهاب الشعبي لحد المفروض إن هو لو بقى كوحة وبدون أي عراض تانية وجرد كوحة أروح لطبيب متخصص لو كوحة استمرد 15 يوم أنا بيجيني عينين قديرهم شعب ونصر بكحة وجاي ليه عشان دلوقه تمزايت أو عضلات دلوقه تمزايت هو ده اللي جايبه فهو طبعاً لازم يروح الإخصاصي ويعمل إشعة ويشوف هذا السبب الكحة فلو فيه أعراض تانية اكتفاع ضرج الحرارة يبقى لازم يروح ياخد مضاد الحيوي مصبوط ويتعالج مصبوط وإلا هيخش في التهاب رياوي وبعد كده من أدرك التهاب رياوي يعني نحدد الأول المضاد الحيوي المصبوط وده أول طريقنا للعلاق آه نضاد حيوي مصبوط وبعدين موسع شعب لو أنا عندي شعب فيها ديق نسبي وبعدين طارد بلغم لو فيه بلغم موجود وأموذيب بلغم لو البلغم لازق مش خادع يعني بنشكر حضرك دكتور على تشرفنا في حلقة النهاردة كالعادة الوقت ما حضرك بيعدي بسرعة شكراً دكتور أحمد يوسف القاضي وأستاذ الأمراض الصدرية والحسية المهنية بنشكر حلقة على تشرفنا شكراً موصول لكم عزيزي المشاهدين وحتى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج صحة المشاهير لكم تحياتي صحة المشاهد صحة المشاهد صحة المشاهد صحة المشاهد يا معاني كتير بلغم صحة المشاهد